خلقكم أنتم أيها الحضور والأجار السابقة الذين سبقوكم من آباء وأجداد وأصول قريبة أو بعيدة كله لأجل أن تتقوا الله الشريعة لها مقاصد ويجمعها شيء واحد وهو تحقيق المصالح العاجلة والعاجلة للعباد فالله تبارك وتعالى خلقنا لأجل مقصد وعشر في غاية وقال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله تبارك وتعالى لم يخلقنا لأجل أن نلعب ونحصل المال ونفرح ونسرح ونلهو وإنما خلقنا في هذه الأرض لنعمرها بعبادة الله تبارك وتعالى بتوحيد الله والوقوف عند حدوده فالله تبارك وتعالى بيّن أن المقصد من خلق الخلق وهم الإنس وجن هو العبادة له وحده دون سواه والحكمة والغاية من هذه العبادة هو حصور التقوى كما قال جل وعلا يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون خلقكم أنتم أيها الحضور والأجار السابقة الذين سبقوكم من آباء وأجداد وأصول قريبة أو بعيدة كله لأجل أن تتقوا الله وتعمروا هذه الأرض بعبادة الله تبارك وتعالى شكرا